اليوم راح نحكي عن برضو فاكة من الفواكه اه المشهورة بها فلسطين وهي من ضمن الحمضيات الكرافوت طبعا زمان كان الكرافوت كتير اليوم للأسف الشديد يعاني الحمضيات كما تعاني أشجار الزيتون في فلسطين احنا كنا مصدرين للعالم ها فكرة من الحمضيات والزيتون لكن المؤامرة اكبر من الجميع لكن الكرافوت من الفواكه الجميلة جدا على صحة الانسان والغنية اصلا بالفيتامينات والمعادن احنا الكرافوت يعني على السريع على العصير بنعصر الكرافوت وبنشرب وبالذات يعني في فصل الشتاء تكثر الحمضيات وسبحان الله انه كل فاكهة او كل نبات مرتبط بالامراض اللي بتصيب هذا الموسم يعني في الشتاء عادة الفلاوانزة والرشح والزكام والتهابات البول وبنلاقي معظم النباتات اللي بتطلع سواء النباتات الطبيعة او الفواكه هي من تعالج هذه الامراض الكرافوت لو جبنا حبة يعني تقريبا وزنها يعني حبة وسط لو قلنا مية وثلاثين جرام هنلاقي فيها واحد واربعين كالوري يعني سعراتها قليلة والجليساميك انديكس او المؤشر لجليسامي تباح حواطي يعني ايش يعني يعني هي امنة لمرضى السكر هنلاقي انه تسعة وخمسين في المية من المية وثلاثين جرام يعني تسعة وخمسين في المية من اه الحبة هاد الوسط اه من الاحتياج اليومي لفيتامين سي يعني لو انا اخدت حبة كرافوت وسط باخد تسعة وخمسين في المية من احتياج جسمي من فيتامين سي فيتامين جيم اللي هو اصلا اه مقوي لجهاز المناعة هنلاقي ايضا بيحتوي على عنصر النحاس وبيحتوي على فيتامين الف وبيحتوي على فيتامين بي وبيحتوي على بوتاسيوم بيحتوي على فيتامين بي 1 ولكن بشكل اساسي الكرافوت اه غني جدا بفيتامين سي واللي اغنى على فكرة من الكرافوت بفيتامين سي هو الجوافة الجوافة برضو من اغنى يعني المصدر رقم واحد من فيتامين جي بنلاقي انه الفوائد تبعت عصير الكرافوت اول شيء مخفض للكولسترول مخفض للكولسترول و وممكن اندخل لانه بتحتوى على مواد اسمها البكتين هذا موجود في الاغشية تبعت العصير لما بنعصره تنزل مع العصير وممكن الناس على فكرة يأكلوا الكرافوت اكل يعني في ناس اللي هو احنا وإحنا صغار كنا نجشل الكرافوت وناكل حزوز تبعته افضل افضل من العصير افضل انو احنا ايش طبعا الجشرة تبعته مرة لكن ممكن ناكل حزوز من جوه ممكن الواحد تتسلى يعني كمان الكرافوت مقوّل لجهاز المناعة ليش؟ لانه غني فيتامين سي فيتامين جيم وفيتامين جيم هو له دور اساسي في دعم جهاز المناعة ومضاد لنزلات البرد والنفلونزا والمشاكل التي تصيب جهاز المناعة كمان شرب الكرافوت بالذات الصبح يعني فيه ناس بيشربوه على الريق سواء شربنا على الريق او مش على الريق يعني مش مشكلة يعني لكن بمد الجسم بالانتعاش وبالنشاط وبجلل من التوتر عشانيك الافضل نشربو ايه صباحا ومضاد للقلق كمان عصير الكرافوت من او الكرافوت من النباتات او الثمار ايه صديقة القلب ممتازة جدا للقلب لانها تخفض زي ما قلنا كوليسترول وتخفض الضغط الدم وهذا كله مؤشرات ايجابية لصحة القلب اكيد لما نجيب سلط الكرافوت مباشرة بيجي عبالنا موضوع انقاص الوزن انه الكرافوت بساعد في انقاص الوزن وهذه طبعا دراسة او عدة دراسات ان عملت وبالفعل لقوا انه الكرافوت له دور في تخفيف من الدهون للناس اللي بعانوا من السمنة نهيكوا انه اصلا هي قليلة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات منها فيتامين جيم وفيتامين الف والحكنا ايضا الكرافوت برضو كويس للناس اللي عندها مشاكل بالجهاز الهضمي برضو ممتاز بما انه هو مقوي لجهاز المناعة اذا راح يحميني من امراض كثيرة حتى يعني كوقاية ايضا من الامراض السرطانية هذه مجمل الفوائد تبعت الكرافوت وطبعا على فكرة الكرافوت هو امن للمرأة الحامل والمرضع لانه راح يمد لانه غني فيتامين سي والذي طبعا مضاد للالتهابات تحديدا الالتهابات المسالك البولية عند النساء لذلك مشروب الكرافوت هو امن لكل الاعمار سواء للاطفال للكبار للمرأة الحامل المرضى الاخرية كمان سبحان الله عصير الكرافوت ممتاز جدا لعلاج الحموضة بالرغم انه طعم العصير قريب يعني به طعم شبه حامضي لكن له ردة فعل قلوية وهذا بيعمل تعادل ما بين الحمض والقاعدة بالذات اللي احتوى على مواد البكتين كمان قلنا الكرافوت ممتاز لمين للناس اللي عندهم سكري لانه المؤشر اللي جليسيمي واطي فهو ما برفعش السكر وآمن هادي مجمل الفوائد كمان تناول الكرافوت حزوز الكرافوت برضو كويس للناس اللي عندهم امساك لما نحكي عن الجهاز الهضمي برضو بنحكي عن مشاكل امساك انه بيحتوى على الياف وهادي ممتازة جدا هرجع تاني اقول الكرافوت نشربه عصير ولا ناكله لا اذا بنقدر ناكل لحزوز سبعته بيكون افضل بعد هيك ممكن الخطوة اللي بعد هيك نتناوله على شكل عصير